هل هناك علاقة بين ما جار اليوم في سيناء وما قامت به مصر من تحركات أدت إلى انتصار دبلوماسي مصري غير مسبوك في مجلس الأمن؟ ده سؤال هل تحركات مصر خلال المرحلة الحالية فيما خص القضية الفلسطينية والمشروع المصري أمام مجلس الأمن وهذا المشروع اللي حاز على موافقة 14 عضو من مجلس الأمن واستخدام فيتو أمريكي فاضح ورفض مصر استقبال نائب الرئيس الأمريكي وانبارح قلت إنه ضيف غير مرغوب فيه وغير مرحب به فقام اعتذر وأجل زيارته لنص يناير القادم هل هناك علاقة بين كل ما جار خلال الساعات القليلة والأيام القليلة الماضية وبين ما جار اليوم في سيناء هل هناك من يريد أن يوصل الرسالة لمصر بأنها تخطط من وجهة نظره خطوطاً يراها مرسومة لمصر أقول للجميع مصر لا تعرف الخطوط الحمراء مصر دولة ليملي عليها أحد سياسة نائب الرئيس الأمريكي لما أجل سياسته هو أجل زيارته ليه؟ لأنه مصر الدولة المصرية ممثلة في قواتها الناعمة في شعبها في إعلامها قالوا ما تجيش مش هنستقبلك أنت غير مرحب بيك وانا قلت مبارح هذا الكلام اضطر في خزي دبلوماسي إنه ما يجيش أجل أو غيره أو لغة وموقف مصر مبارح في مجلس الأمن والتصويت الأمريكي الفاضح والله أنا كنت متعجباً من واحد موجود عندي على الصفحة وسايبه عشان أشوف إيه والله أنا حزنت بتكلم بقوله شوفه دور مصر المخزي في مجلس الأمن والله يكاتب هذا الكلام والله واحد إعلامي المفروض أو صعفي المفروض أو كان مسك مؤسسة قومية المفروض موجود بيقطر حقد أنا مرضيتش هرد لكنه بيقول شوفه بيقلب الحقائق شوفه دور مصر المخزي في مجلس الأمن أنا بقول دور مصر كان مشرف ومازال مشرف وبقول إن مصر وبما بتحصد لكن هذا هو دور مصر وهذا هو واجب مصر والحمد لله قوتنا المسلحة وشرطتنا وجيشنا وناسنا وأهلنا في سيناء الجميع لديه هدف واحد تطهير مصر من كل إرهابي ما جرى اليوم كل تعازي لأسرة الشهداء وكل التهاني لأنه ربنا سلم وأنقذ من تم حمايتهم برعاية إلهية وعناية إلهية وحنكت ويقزت قوتنا المسلحة في مطار العريش اليوم